الليلة طبعا جيناكم بفيديو جديد وفيديو لاخفاء الروت السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته طبعا في الفيديو السابق نزلنا الاضافة بتاعة الشاومي واحتمال تكون في ناس ما اشتغلت معهم او في شكال معين الليلة جبنا ووحدة بتنزلها في المجلس مانجر ويس والوحدة دي شنو بيساعدك في عملية اخفاء الروت لو الوحدة بتاعة الشاومي او الشاوميكو ما اشتغلت معك كويس طبعا في الوحدة دي هنحن نحتاج لدي اللي هو التيرمينال اللي هو بتاع الاوامر كويس الظاهر انه في الشاشة ده اول حاجة هتمشي ليه المجلس مانجر وهتقوم تضيف الوحدة بدعتك نمشي ليه المجلس مانجر كويس هنشوف بع شوية اسم الوحدة احتمال قبل كده يكونوا الناس مرض عليهم اللي هو مجلس هاي بروبرس اللي هي الوحدة اللي عندي دي تمام انا طبعا نزلتها كويس هاقود طريق الروت بتاع اسفل الفيديو هتنزيلها وسبتها كالعادي يعني تمام تخش في الاختيار بتاع الزاكرة وتعملها تثبيت من جديد كويس ماشان تاني ما نعيد الكلام كتير بعد ما سبتها وعملتها على تشغيل الجهاز وفتحته كويس هتمشي بها الكهية تنزيل ليه تطبيق بتاع التيرمينال كويس طبعا بعد ما تفتحه هنشوفه هنعمل شنو هنكتر طبعا اول حاجة هنكتب اس يو نعمل انتر كويس بعد كده هنعمل بي ار او بي اس بروبرس نعمل انتر هيبديك تحميل واحد جي قايمة طويلة واحد شوية حمل معك من الغايمة هتختار لي الرقم واحد شوية لسه اعملت الحديث تمام كويس تصهر عندك الغايمة الطويلة دي لو ما ظهر عندك في الفيديو حاولنا ظهيره هنصهر عندي الغايمة دي هنعمل او اختيار هنا عندي كويس طبعا مع الشاشة حبه ما ظهر هتكتب اللي هو نمبر ون واحد نعمل انتر كويس هنصهر لك الغايمة دي من الغايمة دي هتختار لي اللي هو اول واحد المكتب عليه اف الخيار ده نعمل اف 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 بعد الاف نعمل انتر كويس حيصهر لك نوع الاجهزة بتاعتك دي هلاك ولا الاجهزة دايرة شوف نوع الجهاز بتاعك طبعا الجهاز بتاعي سامسونج اللي هو الخيار بتاعه اللي هو 26 اللي هو الخيار ده 26 تشوف شركة بتاعتك شنو واختار اللي هو الرغم انا هكتب 26 نعمل انتر هصهر لك بعد كده انواع الاجهزة كلهم كويس طبعا الجهاز بتاعي اللي هو نوت نوت فايف حافظت شو كويس نوت فايف كويس نوت فايف عند هلو كويس اه اللي هو الرغم بتاعه هنا عندي تزعة وتمانين تسوري ما تزعة وتمانين اللي هو اه تزعة وتلاتين اللي هو نوت فايف تزعة وتلاتين طبعا الجماعة عجزوا من الكلام مدخول كده مع الشاشة لانو خطيب العرض هنكتب تزعة وتلاتين نعمل انتر بعد معاملات التزعة وتلاتين هتعمل اللي هو قال لك ياس اور نو هتعمل لو ياس اللي هو تضغط حرف الواي ويس طبعا اي معنا اكز اللي هو خروج بعد الواي تعمل انتر تنتظر حبة بعد كده حديك اللي هو اللي هو ريبوت ياس اور نو هنا هتعمل لي نو بعد اللي هتعمل نو تضغط اللي هو ان تعمل انتر هتجي قايمة طويلة هتعمل هتضغط على حرف البي اللي هو بي معناه باك اللي هو تعودة تضغط عليها بتجي قايمة طويلة تاني هتضغط عليها تكتب البي مرتين بعد ما اخترتها مرتين تظهر لك الغايمة دي تاني هتعمل حرف البي يعني هتختار البي ثلاثة مرات لحد ما تجيك الغايمة دي بعد ما جعتك الغايمة دي هتقوم تختار ليه الخيار نمور اربعة اللي هو هنا تقليك اللي هو مجيس هاي بروبرز كلا حصنا مكتب العينة اكتف لان انا فعلتها قبل كده تقوم تختار اربعة تعمل انتر بعض الاربعة هتقوم تختار مثلا واحد ولا اثنين ولا تلاتة هتقوم نختار اللي هو نمور الثلاثة كلا حصنا عندي هنا برضو نشيط لان انا فعلتها هنكتب الحرفي ثلاثة او الرغم ثلاثة انتر بعد ما عملتها ثلاثة حيقول لك يس اور نو كويس هتقوم تقول له يس تغيير اللي هو حرف الواي تضغط انتر تاني قده خياري كويس هالمواصل يقول لك اللي هو يس اور نو اور اي هتعمل له برضو يس اللي هو الواي بعد ما خلصت الكلام ده كله نهائيا حيجيك اخر خيار اللي هو ريبوت ناو اللي هو هتضغط الواي يعني خلاص تعمل اعادة بتاع التشغيل وتعمل انتر طبعا انا لو ضغلت انتر الجهاز هيكفي لو يفتح وانا ما هعمل انتر لانه الجهاز بتاعي اصلا انا شبتها فيه في ملحوظة حقولها لك طبعا وقت نمشي للجهاز او نوع الجهاز بتاعك لو يت عندك روم مخصص طبعا هنا مكتوب الروم الرسمي بعد مرات الحياة بتفرق معك حبة يعني انا قبل كنت فرقت معي لا انا منزل الروم معدل كويش ممكن فيه حاجة معينة تختلف معك لكن في الروم الرسمي عامة ما فيه اشكال بعد ما خلصتها تضوص الواي وتعمل اعادة تشغيل وبعد كده اا الاختفاء بتاع الروت هيكون مختفي من التطبيقات البنكية وجميع التطبيقات لكن فيه معلومة دار اقولها لك لو فيه تطبيق بنكي ابي اشتغل معك وبعد ما نزلت الوحدة وفعلتها وابا اشتغل معك اعمل مسحي بتاع البيانات مسحي بيانات يعني تضغط التطبيق مسافة وتمشي حول التطبيق وتعمل ليه اا التخزين وتعمل مسحي بيانات وتقوم شنو تقوم بعد كده تقوم تشغله من جديد لانه اصلا انت قبل كده فتحته والدجرة هي خطأ وبعد ما ثبت الوحدة من جديد لازم تتمسح البيانات بتاعته وبعد كده ترجع تاني شغله من جديد اشتغل معك طوالي في بعض التطبيقات كده الوحدة بتاعتنا بتاعت اليوم اللي هو كلمنا عنها اا طبعا بالخصوص لبعض الالعاب طبعا يا جماعنا فيه العاب معيندي فبوريك الطريقة بتاعتها لكن انا ما جربتها يعني فيه تلفوني ما فيه ما يشغل بها فهذه الطريقة بتاعت الاخفاء المتوفرة حاليا في الغالب كويس جربوا الطريقة دي ووروني طبعا في التعليقات بداعتكم والحاصل شنو وانا ان شاء الله بحاول ورد عليكم في التعليقات وطبعا زي ما تكلمت في الفيديو السابق انا طبعا حبه مشغول بعض مرات وان شاء الله تتفك الموضوع الاول مشغولية دي وان شاء الله نشوفه الحاصل شنو طبعا كالعادة انا خلصت كلامي كويس ولو فيه حاجة اكتب لي في التعليقات وكالعادة ما تنسى الاشتراك في الغنى لو ما مشترك ولو مشترك طبعا بداعك الجميل اللي بتدعمنا كويس وسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة